لطالما بقي الدستور العراقي الذي صوت عليه في العام 2005 موضوع خلاف بين القوى السياسية مؤخرا ومع اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالخدمات رفع المحتجون سقف مطالبهم إلى احداث تعديلات دستورية على بعض المواد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن انه مع اجراء التعديلات وفقا للسياقات اما البرلمان فسرع لتشكيل لجنة لتقديم مقترحات تعديل الدستور خلال اربعة اشهر داعيا مجلس القضاء الاعلى القضاء واعضاء الادعاء العام لتقديم اية مقترحات ومع كل ما سبق لازالت الاحتجاجات مستمرة منظمة اليقظة لتعزيز حقوق الانسان عقدت المؤتمر الدستوري الاول لطرح التعديلات الدستورية المقترحة بمشاركة عدد من الخبراء في القانون وقوى سياسية وحزبية وشعبية في محاولة لمساعدة اللجنة النيابية هذا المؤتمر يضم خيرة رجال القانون من اساتذة القانون الدستوري في جميع المحافظات العراقية جامعات العراقية وكليات القانون لكي يتقدموا بمقترحاتهم لتعديل الدستور العراقي وعانت لجنة تعديل الدستور النيابية التي طالتها كثير من الاتهامات بعدم احتواها على كفاءات دستورية وقانونية لتقديم مقترحات تعديل الدستور الى مجلس النواب تلبي طموح الشارع العراقي الغاضب اليوم في ساحات التظاهر الاطلاع على الاستفتاء اللي تم على قانون دستور رقم داعش لسنة 2005 حيث هناك لاحظ المختصون ان المواد التي طرحت على المواطنين كانت تتضمن 139 مادة واضيفت بعد الاستفتاء خمسة مواد الان اثار جدل لدى العلماء المختصين في هذا الشأن هل هذه المواد من الناحية الدستورية ممكن تطبق ام تعتبر فاقدة للشرعية المشاركون في المؤتمر اشاروا الى اهمية العمل المشترك لتعديل بعض بنود الدستور المتعلقة بالحياة الحزبية وقانون الانتخابات لضمان وصول اشخاص قادرين على حماية حقوق مستقبل الاجيال المقبلة ارادة الناخبين وارادة الشعب هي محور العملية الدستورية والقانونية كذلك المسألة تتعلق بمصير الاجيال المقبلة وما يحدد لها من نظام قانوني معين في هذا الاطار ولذلك بطبيعة الحال تعديل نظم الانتخابات وكذلك تعديل الدستور يعني اصبح امرا لا محيص عنه وكتب الدستور العراقي في فترة احتلال القوات الامريكية للعراق وتم التصويت عليه في استفتاء تشرين الاول 2005 ودخل حيز التطبيق عام 2006